حياكم الله ومشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية بأهم ما جاء فيه عيد الاستقلال الوطني الجذر العميق للعراق ورسالة تاريخ من الأجداد للأحفاد بعد شهر من الإيقاف وسنوات من الخلاق خط جهان على مسافة صفرية للاستئنار اليوم الوطني العراقي ذكر الاستقلال وفرصة الاستذكار لصراع الأجداد وصمود الأحفاد التاريخ الغني بالتضحيات والمنجزات والنتاج الطبيعي لثورة العشرين التي أجبرت الاحتلال بعد ذلك على الانسحاب من الأرض المشعة التي عدت ركيزة الاستقرار في جسد المنطقة والعالم أجمع يحق العراقيين أصحاب بلد الحرب الأول التفاخر بماضيهم ومستقبلهم فعمر العراق مقاسا بيقضة الزمن فشعبه جاهد ليرتق الإنسان وعنق بسمائه الإنجيل والقرآن والسريان والتركمان وآشور وكلدان وسائر الأديان فالزمان شاخ لكن العراق ورغم مرارات الحوادث ظل صابيا وعصيا على الانكسار وفي ملفنا ثاني مشاهدين بعد أشهر من توقف خط جهان التركي أعلنت تركيا عن جاهزيته لمعاودة الاستئناف بعد اكتمال أعمال الصيانة الفنية حسب الرواية الصادرة من أنقرة لبريد بغداد وهذا خلاف القراءات المحلية التي ترى في لجوء تركيا لهذه الخطوة بعد تعدر التسوية المالية وبالأحرى ممارسة الاتزاز من خط جهان باعتبار أن هذا الشريان النفطي المنفذ الوحيد لتصدير خامة شمال مؤشر العودة سيرمم العلاقة ربما التي دخلت نوعا ما في مطبات بعد قرار المحكمة الدولية للتجارة التي أنصفت العراق وأجبرت تركيا على دفع التعويضات جراء تعاملها مع أقليم كردستان وهذا كان خلافا للدستور إذن مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة أخرى مشاهدين وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف وهذا التاريخ المهم بالنسبة للعراقيين نرحب بضيفنا الكريم الكاتب والراحة السياسية سيد غالب الشابندر اهلا بكم سيد غالب اهلا وسهلا بس شو تلفع صوتك يا أخي ان شاء الله ان شاء الله رحب بك سيد غالب وكل عام وأنت بألف خير بهذه المناسبة العيد الوطني أو عيد الاستقلال بالنسبة للعراقيين لكن ليش أغلب الناس تم اعلان عطلة لهذا اليوم من قبل الحكومة أغلب الناس ما يعرفون كلها تسالت شنو السبب العطلة شنو العيد الوطني شنو مناسبته سيد غالب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك يا أخي وشكرا للمشاهدين الكرام انت تعرف يعني هذا استحدث هذا العيد يعني ولم يعني يسند دستوريا يعني وهو ليس مضمن قائمة العطل العراقية يعني وحسب الدستور العراقي كما أن هناك حوار ونقاش إلى أنه هل يستحق هذا اليوم أن ينبثق منه فكرة أو مشروع عيد وطني هناك كلام دقيق أو سريع أو كلام يعني ملتبس حول الموضوع لأنه يقول لك لأنه كان هذا بتدبير بريطانيا من أجل أن العراق يهب بريطانيا الاستثمارات ويهبها الصفقات بشكل رسمي لأنه عندما كان تحت الانتداب لا يستطيع العراق أن يوقع على معاهد وعلى عقود وعلى موافق فيقال إلى أنه أتقل عصبة الأمم من أجل هذا الغرض يعني ويستدل كثير منهم إلى أنه لا معنى ليعطاء هذا اليوم أهمية كبيرة ويسم أو يشرع عيد الوطني لأنه بالتجربة أو بالتاريخ يعني الواقعي إذا رجعنا إلى ما بعد 1932 نجد إلى أنه إلى عمل عبد الكريم قاسم 14 تموز 1958 كان حكم عشائري وإقطاعي وحكم موجوء قائم على الظلم وقائم على الاستبداد والحرية الهامشية المزيفة وكانت بليطانيا لها اليد الطولة في العراق وبشكل رسمي من خلال معاهدات وعقود ولذلك أن يسمى هذا عيد وطني مسألة فيها نظر يعني من بعض الوجوه من بعض التصورات من جانب آخر سيد غالب يعني ثلاثة تشهرين الأول ما يمكن اعتبار استقلال حقيقي عن الانتداب حتى يصير عيد وطني والله يعني إحنا اللي ندري بي إلى أنه العراق هو كان مكبل بالمعاهدات البريطانية إلى حد اللعنة فليس هناك استقلال الوطنية بالمعنى الصحيح هناك كلام لو أنه ثورة أو لأنه تأسيس الدولة العراقية سنة 1931 إلى أنه يكون هو العيد الوطني يعني باعتبار إلى أنه تأسست الدولة العراقية في هذا التاريخ وتأسيس دولة العراقية أو تأسيس دولة هو أكثر إمضاءا في المعنى وفي التصور وفي الفكر من الدخول إلى عصمة الإمام ثم عصمة الإمام ماذا تعني يعني لا تقدم تقدم شيئا وتؤخر شيء ما يعتبر استقلال مجرد اعتراف دولي بالعراق أنه أصبح دولي عضو الأمم المتحدة ما يعتبر استقلال لهذه الدولة يعني هو حتى الكون البريطاني من صارتها وبقت الدول الموجودة تحت بريطانيا تسير بإرادتها وتسير بتوجيهاتها يعني الاستقلال كلمة صعبة يا أخي عزيز وعميقة هل كان العراق يمتلك حق في استيراد السلاح من دول أخرى غير البريطانية مثلا هل كان حقا يؤسس أو لشراكة اقتصادية وشراكة اقتصادية كبيرة مثلا مع إيران هل كان بإمكان العراق في ذلك الزمن أن يرسل ضباط عراقيين إلى روسيا أو إلى أمريكيا لكي يتدربوا على السلاح الغامريكي أو الروسي هل كان العراق يمتلك قدرة إلى أنه يأتي بشركات أمريكية أو خارج الشركات التي كانت مستثمرة أن تستثمر النفط في العراق الجواب لا أضف إلى ذلك إلى أنه البرلمان العراقي الذي كان موجود سابقا هو برلمان اقطاعي رجال اقطاع أكثرهم وهؤلاء كانوا على علاقة وثيقة بالإنجليز وبالسفارة البريطانية ولذلك هو نوع من التصطيح أن نقول أنه ذلك الوقت كان يوم استقرار العراقي صار قرار في العراق أنه يتم الاحتفال بثلاثة تشغيل لأول كأيد وطني للدولة العراقية بشكل رسمي بالألفين وعشرين يمكن صار أول مرة اعتمد هذا التاريخ أيضا وطنيا واحتفال لا يفترض شيء من الناحية الشكلية أخي العزيز ليش مصار قبل سنوات ما بها شيء يعني مثل ما يقول لك تعبدا يعني يعني إذا كان هو مثلا شوف ملاحظة جدا دقيقة يعني إلى أنه هو من صار هذا الدخول إلى عصمة الأمم والآن هو أعطيه هذا الاسم يعني عيد الاستقرار الوطني يعني إنه إذا كان صار ضمن تاريخ خلي يمشي شنو شنو المال يعني بس غاية ما لك كان يفعل على مستوى المفهوم نعم يعني الآن شا سوي لأنه بالله سنة 1932 نتيجة لدخول أو بسبب دخول العراق إلى عصمة الأمم إنه أصبح مستقلا وعلى هذا الأساس شو شرع عيد أنا شا سوي بهذا العيد وبلدي محتل الآن شا سوي بهذا العيد وأنهاري ومياهي ونفطي هو مستغل ورهين شا سوي بهذا العيد وأنا في كل يوم مصيبة كبيرة تتجلى أمام عيوننا وبشكل مزري وبشكل مروع فهذه الأسماء يا أخي خلت تأخذ مجراها ولكن خلي إلى جانب هذا المجرى أو إلى جانب هذا أن يكون هناك فعل بمستوى العيد يعني وإلا هل الناس حست في هذا العيد أفعلت مع هذا العيد أكو شيء آخر يعني طيب يعني أركز لك عالية تفضل إنه ما قيمة هذا العيد واليوم الانتماء الوطني ضعيف الآن لاحظ العراق صدام حسين اللعين أسس لمشروع المكونات بشكل غير مباشر فلما أجل احتلال كرس مفهوم المكونات وأصبح هناك مكون سني مكون شيعي ومكون كردي بعد ذلك اختصرت المكونات بأحزاب ومنظمات ثم اختزلت المنظمات والأحزاب بأشخاص وعوائل وأسر فأين لذة العيد وكيف الشاب العراقي الطالب العراقي المعلم العراقي المهندس العراقي التاج العراقي كيف يلاه يتلذذ ويتنحم ويتغنى بهذا العيد ويرى مصداق العيد مفقود في داخل العراق كلام صحيح أو مصاح فهذه أسماء إذا جاءت وثبت لها تاريخ لتمضي ليس في ذلك ضير يعني خصوصا لأنه مر على ذلك أكثر من خمسين سنة أكثر 62 سنة أكثر 63 سنة يا بني يمضي خليه يسمى عيد ولكن تعالي يا أخي يعني مصادق العيد اليوم شون يعني بالعراق هذا هو النقطة المهمة والنقطة الأساسية التي ينبغي أن يبحث يا بني هذا عيد ننتقل هذا السؤال وهذه النقطة سيد غالب ولكن هذا العيد بماذا أقترن مصادق هذا اليوم أو هذا العيد سيد غالب دعني أنتقل إلى المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدكتور علي الدفاعي أهلا بكم الدكتور ضيفا كريما وكل عام وأنت بألف خير بهذه المناسبة وكما ذكر سيد غالب إذا سمعت يعني قارن بقضية مصادق هذا اليوم قضية الانتماء وعلاقة بالعيد الوطني الانتماء الوطني من جانب والعيد الوطني من جانب آخر دكتور علي الاهتمام بالعيد الوطني ممكن أن يساعد إذا كان هناك مصادق حقيقية كما ذكر سيد غالب اهتمام بهكذا يوم ممكن أن يساعد بتنمية الانتماء الوطني بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيب لك للمشاهدين الكرام والضيف العزيز سيد غالب بداية اسمح لي أن أبارك للأمة الإسلامية لمراجعنا العظام ذكرى ولادة فخر الكائنات وسيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق عليه السلام كما طبعا يطيب لنا أن نبارك لأبناء شعبنا ذكرى العيد الوطني العراقي الذي هو يمثل نهاية الانتداب البريطاني وإعلان استقلال الدولة العراقية ودخولها إلى عصبة الأمم نعم هي إشكالية الانتماء في قضية والتفاعل مع العيد الوطني لأمة ما لشعب ما هذه مسألة مهمة من مواضيع حساسة تدخل في تركيبة هوية المجتمع وانتماءاته لذلك حقيقة إذا أرجع إلى بداية هذا الموضوع بعد 2003 يعني نوقشت هذه القضية في أنه هذه الدولة العراقية انتقلت من نظام إلى نظام من أديولوجية إلى أخرى ما هو العيد الوطني الذي يعني يمثل هذا النظام الجديد هذه الدولة العراقية هذه الولادة للنظام الديمقراطي جديد وكان هناك محل يعني نقاش وجدل كبير ومما يوسف له حقيقة في وقتها أنه مثلا طرح يوم تسعة نيسان باعتبار أن يكون يعني يوما وطنيا وكان هناك مثار جدل في هذا الموضوع هل هو يوم تحرير تسعة نيسان يمكن أكو بوجهة نظر باعتبار العراق يا دكتور تخلص من نظام صدام المقبور نظام مجرم تبعاته كانت مؤلمة على الشعب العراقي وعلى المنطقة بشكل عام وربطة إثيرات عالمية هذه كانت لكن إذا تسمح لي ليش تلاثة عشر كهوائي مناسبات يعني عوف تمام التسعة نيسان عوف تلاثة عشر شمعنا ليش مغير تاريخ كهوائي مناسبات وأحدث مرت على العراق يوم الاستقلال العراقي مثلا ثلاثة عشر البعض يعتبر مو نهاية حقيقية للانتداب البريطاني بداية تأسيس الدولة التي بدأت معالمها تتشكل نعم وبدأت هناك محاولات سواء شعبية أو سياسية بجهود حكومية لما يسمى في العراق في آن ذاك كانت يعني كانت هناك إرهاصات توجهات إلى أن هذه الدولة باستطاعتها أن تقف على قدميها عشر كانت هناك مقومات لأن تكون هذه الدولة فأعلن استقلال العراق ودخل إلى عصبة الأمم ولكن من المهم الإشارة إلى أنه كانت هناك محاولات جادة من بعض القوى السياسية يعني أتذكر التحالف الوطني ومن قبل اعتلاف العراقي الموحد كان هناك يعني محاولات إلى اختيار على سبيل المثال ثورة العشرين لكي تكون يوما وطنيا عراقيا فيما بعد يعني لم يكن هناك اتفاق طبعا من جميع الفرقاء السياسيين لتوجهات متنوعة وعديدة يعني طول شرحها كذلك فيما بعد حصلت ذكرى الفتوى المباركة التي يعني يعني لاحظنا كيف أن هناك تلاحم وطني من جميع أبناء الشعب العراقي من جميع الأطياف الأديان القوميات في تلك الملحمة التي حررت العراق كانت هناك أيضا مطالبات إلى جعل ذكرى الفتوى المباركة يوما أو عيدا وطنيا مثلا من هنا نقول أن العيد الوطني كلما ارتبط بحركة شعبية بانتماء شعبي حقيقي للدفاع عن العراق عن الأرض عن السيادة يكون لهذا اليوم ميزته في التاريخ ويكون نعم مفصليا في أن يحقق هذه القضية قضية الهوية وقضية الانتماء أما عندما يبتعد اليوم الوطني عن يعني اهتمامات الشعب العراقي أو لم يكن منطلقا منه هنا تأتي القضية في أنه هل هو يعتبر يوما وطنيا أو يحقق الحالة الانتماء أو لا يحقق في الحقيقة يوم 13 مع أنه يعني هو يعني توجه إلى استقلال الدولة وقيامها على قدميها كبقية الدول ذات السيادة في منظمة دولية معتبرة بعد الحرب العالمية الأولى إلا أنه من المساء التي أثيرت على هذا الموضوع أنه لم يكن نتاج حراك شعبي كما حصل في ثورة العشرين على سبيل المثال كما حصل مع التفاعل الشعبي الكبير مع الفتوى المباركة للسيد السستاني حفظه الله هذه النقطة هي التي يعني نؤكد عليها طيب أعود لك سيد غالب بعد يمكن 91 سنة من الاستقلال الوطني بهذا التاريخ شنو اللي تحقق سيد غالب شنو اللي تحقق حتى الآن وشنو اللي تعذر تحقيقه أخي العزيز من الاستقلال هذا يدل دلالة واضحة على أن الهوية العراقية تتعرض إلى اختزال وتتعرض إلى ممور منها مثلا تغليب العشائرية على تغليب الثقافة الفرعية على الثقافة العامة هذا أيضا هو نوع من أنواع الفتور ونوع من أنواع الخرم للهوية العراقية منها مثلا إلى أنه العشيرة صارت هي العنوان وهي العنوان الحاكم وأنه المدن تريفت فكل هذا في الحقيقة يعني أنا مرد أتحدث عن الفترات السابقة هذا الواقع المور يبتد إلى أسباب جذرية أبرز الأسباب وأهمها هو صدام حسين صدام حسين خل الناس تكفر بالهوية العراقية صدام حسين هو الذي أسس لفكرة المكونات وجاء المحتل وهو الذي يكرس فكرة المكونات الهوية العراقية الآن للأسف الشديد بها خلل مو من حيث هي هي لكن سيد غالب صدام راح لذل 20 سنة سيد غالب نحن عدنا مثلا النشيد الوطني هذا النشيد الوطني متقر عبارة عن دعاء عش سالما مكرما وملعما وبعدين موطني موطني وطني مو موطني هسا نحن نطالب أن يكون هناك نشيد وطني آخر يتكلم عن تراث العراق يتكلم عن وحدة العراق التي يحاول كثير من الناس اللي هم بالحكم يعملون على خرم هذه الوحدة وتجزئة هذه الوحدة يعني هناك ظروف مر بها العراق من 1921 إلى الآن سببت إلى خلخلة الهوية العراقية منها الصراع العثماني الصفوية على العراق قبل الاستقلال يعني هذا وارحة كانت موجودة وقبل تكون الدولة العراقية لذلك في الحقيقة يحتاج إلى جهود هذه الأحزاب السياسية كونت تعمل على تعزيز هذه الهوية في داخل نفوسنا وأن نصنع فالنشيد وطني جديد ذو بعد حضاري وبعد آثاري وبعد إيجابي ويحرك الحنين ويحرك بنا نوازع الشبه الشوفينية في حب البلد وفي حب العراق دكتور علي كما ذكر سيد غالب عن قضية الفتور أو الضعف بالانتماء الوطني فعلا ما زال موجود بعد موضي عشرين عام على خلاص من صدام حسين اللي كان سبب بضعف الانتماء أو الشعور بالهوية الوطنية هناك اليوم يمكن أن يكون خلافات على اليوم الوطني خلاف على العلام خلاف على النشيد الوطني لكن بالنسبة اليوم الوطني ما نحتاج لتقوية الهوية الوطنية ما نحتاج نعرف الجيل الجديد أكثر بهذا اليوم أو تبعات الإيجابية على الوطن طبعا مسألة الهوية من المسائل الأساسية التي ينبغي العمل عليها حقيقة يعني هذه تربية الأجيال تنشئتها صناعة التأريخ تثبيت وحفظ المواقف كلها من الأمور التي تؤسس لصناعة الهوية يعني قد أختلف مع الأستاذ العزيز غالب الشابندر في قضية يعني فتور أو ضياع فيما يخص الهوية العراقية في انتماءها إلى العراق يعني نحن لدينا عدة شواهد يعني خذ على سبيل المثال في القضايا الأساسية المفصلية في العراق يتعرض العراق إلى تحديد خارجي إلى مشاكل داخلية تجد أن الشارع حاضر سواء كان في تظاهرات إصلاحية مطلبية تسعى إلى إصلاح النظام هذه حالة انتماء حالة الدفاع عن العراق وتحرير أراضيه والتضحية بالدماء والأرواح الغالي والنفيس هذه حالة انتماء يعني قضية الهوية العراقية الانتماء لهذه الأرض والاعتزاز بهذا الانتماء حقيقة هي هوية شاخصة عند الشعب العراقي نعم تتعرض إلى احتزازات هناك قد تكون نقاط ضعف في هذه المسألة يجب ترميمها من عوامل ترميم هذه القضية ما ذكره في قضية اختيار نشيد وطني معبر جامع شامل لكل يعني أمنيات ومستقبل الشعب العراقي لذلك حقيقة هنا نحن نظام ديمقراطي برلماني بالنتيجة اختيار العلم اختيار النشيد الوطني اختيار اليوم الوطني كلها تنبع من البرلمان لذلك قضية الخلافات والمناكفات هي حقيقة هذه بكل صراحة هي كانت يعني تقف حجر عثرة امام هذه الاتفاقات وإلا نحن في العراق في احداثنا ومواقفنا لدينا الكثير الكثير مما ينبغي العمل عليه لكي تكون معالم لهوية وطنية ولا نبقى يعني نتكل على نشيد في الحقيقة يعني هو ليس لم يحضب شرعية برلمانية ولا العلم ربما ولا حتى اليوم الوطني ولكن على كل حال اليوم اليوم الوطني اليوم الذي اقر من خلال مجلس الوزراء السابق وليس من خلال مجلس النواء ونحن ندعو من هنا أن يكون هناك يوما وطنيا ينبثق من نبض الشارع العراقي ويقر من تحت قبة البرلمان ولكن هذا اليوم الوطني أيضا هو حقق بدرجة كبيرة مسألة مهمة جدا ألا وهي مسألة الاستقلال مسألة الاستقلال مسألة حقيقة لا صيقة بشخصية المواطن العراقي هو لا يرضى بالتبعية لا يرضى بأن يكون يعني محتلا أو مستعمرا وهنا قضية الاستعمار حقيقة تجعله نفتح الباف في الحديث عن هذه القضية يعني زمن الاحتلال والاستعمار العسكري قد ذهب وولا اليوم نحن أمام مرحلة جديدة من الاحتلال والاستعمار شلون أحتفل بعيد الوطني أو عيد استقلال للبلد وأكون هيمانا أميركية اليوم على البلد على اقتصاد البلد على مقدرات العسكرية وغيرها لذلك أقول أولا أن إعلان يوم وطني عراقي يعني يمثل قضية استقلال وبناء دولة عراقية مستقلة هذا يعني أن الشعب العراقي من أولى أولوياته وأسس هويته أن يكون مستقلا وغير خاضعا هذا الاستقلال حقق لنا استقلالا من الاحتلال والاستعمار العسكري الذي انطوت صفحته اليوم هناك استعمار واحتلال من نوع آخر يعني هناك استعمار اقتصادي استعمار ثقافي اجتماعي ولعله هو الأخطر لذلك حقيقة يجب أن تتكاتف الجهود وأن يكون يوم العيد الوطني ليس فقط هو ذكرى تاريخية لاستقلالنا من الانتداب البريطاني بل هو دعوة مستمرة لكي نرفض وندفع أي هيمنة غربية أجنبية على بلدنا وعلى أبناء شعبنا وفي مقدمتها أن تكون لنا سيادة على أجوائنا سيادة على أموالنا لا يمكن أن يتحكم بأموالنا جهة خارجية وتجعل يعني وضعنا الاقتصادي في مهب الريح بين ساعة وأخرى هذا أيضا نوع من أنواع الاستعمار فضلا عن الاستعمار الثقافي نحن لا نرضى ولا نقبل أن تورد إلينا أجندات وثقافات وعادات يعني غريبة وشاذة عن هويتنا ومجتمعنا الشرقي الإسلامي نحن مجتمع نحافظ على هويتنا نحترم الأسرة نقدسها كل هذه الأمور من الأمور التي يعني تنتمي إلى الاستقلال والتي نرفض أن تكون من ضمن الوجوه الأخرى للاستعمار سيد غالب أنتو جيلكم جيلكم السياسي قدمتوا هواي للوطن عرف عنكم بمختلف انتماءاتكم أو أيديولوجياتكم إسلامية ماركسية وغيرها قدمتوا هواي للوطن لكن الجيل الجديد يعتقد أنكم كنتم سبب في هذه النكسات التي مر بها العراق نحن يمكن جينا المتوسط قسم يسمون جيل صدام حسين ولدنا في زمن صدام حسين والحرب ولدنا معطيات صعبة ما كان أحد عند انتماء أو شعر بانتماء للوطن حصار اقتصادي وحروب وغيرها الجيل الجديد سيد غالب مو المفروض يتم تعريفه على الأقل بالوطن شنو مناهج دراسية إعلام ثقافة فن أخي العزيز صدام حسين نخر الشخصية العراقية من الداخل قبل عشرين سنة انتهى صدام أما أنظمة الحكم يعني الحكم بعد 2003 يعني من بعد بصغط النظام الطبقة الحاكمة نخرت الشخصية العراقية من خارجها فالشخصية السابقة كان دكتاتور بالداخل دمرها وهس حاليا هناك قوة سياسية تتلاعب بهذا المواطن العراقي مثل متريد تجيب مئة منا وتودي منا وحكمت بالعشائرية والأسرية وكذا ودمرت بالانتماء الوطني فبصراحة فبصراحة الكلار يعني عملتان لوجهها يعني ووجهها لعملة واحدة لذلك اعتقد ان الان الجيل الجديد ترى اخر ينفر من هاي القيادات السياسية اذا كان الجيل القديم نفر من صدام حسين وانتهى صدام حسين الان القيادات السياسية الموجودة ترى قيادات مرفوضة شعبيا يعني ومرفوضة جماهليا وخصوصا على مستوى الشباب هاي قضية كبيرة والان نحن في مواجهة خطر كبير هو هذا الفاصل الهائل ما بين هذا الجيل وما بين القيادات السياسية بعد 2003 والغريب ان هذه القيادات السياسية بعد 2003 عدتها تدوير كراسي وتدوير مناصب وتدوير مكاسب وهذه القضية اصبح حالة جيل على علم بها يعني يعرفها يعني يعرف انه مثلا وزارة الداخلية لفلان صنف وزارة الخارجية لفلان صنف هذا راح يزيد من عدم التجانس وراح يزيد من التنافر ما بين القيادات السياسية الموجودة حاليا وما بين القاعدة الشعبية احنا كان امن الى ان هذه القيادات السياسية اللي موجودة اسلامية ماركسية قومية اروبية كان املنا انه تتحول الى مثل اعلى في العمل السياسي حتى وتقدم شيء جميل حتى يرتفع هذا الجيل الى مستوى هذا المثل الاعلى ومستوى حب الوطن اما اذا كان به الشكل هذا ولذلك هذا اقول لك يعني عدم الانتماء للوطن ربما هاي حقيقة موجودة او عدم الالتباط للوطن الارتباط كبير هذا موجود حقيقة وربما ايضا تتسع هذه الرقعة في المستقبل ما عدنا امل غير بالمرجعية الدينية الى عادة نشاطة الى المجتمع وعدنا امل كبير بالمنبر الحسيني ان يمكن يؤدي دور اكبر من ادوار اكبر بكثير بل دور مناقم للأحزاب السياسية الموجودة الان اللي قايم على اساس التكالف على السلطة وعلى اساس المحسوبية والمسوبية لذلك انا اهيب بالمرجعية الدينية ان تعي هذا الواقع المر وتبدأ بالعمل في داخل المجتمع تبدأ حقيقة كبديل عن الاحزاب السياسية اللي موجودة صدقني ان هذه الكيانات السياسية الان اللي موجودة اصبحت متغرقة سيد غالب شنو ممكن يكون بديل عن هذه المثقف العراقي اصبح مقموة الثقافة ثقافة الشعر ورواية مو ثقافة فكر سياسي وثقافة فكر اجتماعي وثقافة فكر تغييري وانا اجيب لي الان منتج عراقي ثقافي يهتم بتغيير المجتمع هاي الاحزاب السياسية اللي موجودة سواء كان دينية وعلمانية وماركسية وكذا الى الان ما اعطى اي طروحات فكرية تجديدية نعم اعتت هو القديم شوية عدل بي شوية تغير طيب سيد غالب انت دائما انت وغيرك سيد غالب بذا تسمحلي دائما تطرحون قضيته نعم تغيير هذه الاحزاب السياسية الموجودة بمختلف توجهتها وايدولوجياتها طيب شنو بديل عن هذه الاحزاب هو الان ماكو ديبتاتورية الان بديل ماكو يعني تلاحشي لك مال الله لو مال عبدالله تسيطي يعني يضحك على المقارئ اشنون تزاق هذه الاحزاب وبدل ماكو عائلة صدام عسين الان نفوذ العوائل منو يغير المرجعية سيد غالب بصراحة نعم بصراحة يعني ما تزعل لا ما تزعل الله الله انا اعتقد المرجعية الدينية يكونوا تغير يعني المرجعية الدينية اشنون تغير المرجعية سيد غالب احنا مو لا يتفقين تقدر شو باعلي اصباح الاخو معروف محسوب على الخط السيستاني مو تمام نعم لكن اقول الان الخط مو بالنفوان اللي احنا نريد يعني سيد غالب دا دفلت المرجعية الى هذه الدرجة هذا كلام خطير عدنا احزاب المانية لا لا اعلم اسئل عنه احزاب المانية احزاب المانية شلون راح تقبل مش طرح دولي ايضا اعلم اسئل عن هذا الكلام نبقى احنا مو دولة مو ولاية فقه سيد غالب خليني انتقل الى لا ما رحى الاخب ولاية الفقه اصلا اجب لك فالمثال لا ما عدنا وقت دكتور علي باختصار إذا تسمحنا إذا كان الكل متفاقة أو الحكومة أو الأحزاب الموجودة الحاكمة كما ذكر سيد غالب متفاقة على أهمية هذا اليوم طيب ليش مهتمت بهذا اليوم باحتفال مركزي كبير لأحياء هذا اليوم والتعريف به أولا أسمح لي أن أقول أن معيار قبول أو رفض القيادات السياسية العملية السياسية هو معيار الاحتكام إلى صناديق الانتخابات والإنجاز الذي تحققه الحكومة من خلال برنامجها الحكومي مدعومة بالقوة السياسية المشكلة لهذه الحكومة هذه هي الآلية الصحيحة المنطقية القانونية الدستورية في كل النظم التي تحترم القانون والدستور وهذا ما قامت عليه الحكومة العراقية خصوصا نحن اليوم حقيقة نتمنى أن نغادر هذا الخطاب المملوء وإن كانت تشاؤمية ربما نابعة من ملاحظات ومتابعات للسلبيات ولكن حكومة اليوم حكومة الإطار حكومة السيد السوداني جعلت هناك نوع من مؤشر صعود الثقة عند المواطن هناك عمل واضح هناك جهد خدمي ملموس هناك انفتاح أقليمي ودولي واضح هناك إشادة متنوعة في هذه القضية أما أن نركن إلى قضية دور المرجعية حقيقة مع كل الإكبار للأستاذ الضيف يعني المرجعية نظريتها في العمل أن تذهب إلى الأمة الأمة هي صاحبة القرار وصاحبة الإرادة نعم تعطيها التوجيه الإرشادات وهذا ما عملت به وقامت به على خير مقام من تغير النظام إلى اليوم في كل المواقف والمفاصل كانت المرجعية موجهة مرشدة بهذه الحدود والإرادة والخيار لأبناء الشعب العراقي لذلك حقيقة ونحن مقبلون على الانتخابات هذه فرصة وطنية عظيمة للتغيير هناك ملاحظات لنذهب إلى الانتخابات ربما تكون هذه الانتخابات كان هناك قبال عيها مؤشر على نجاح حكومة من فشلها أو مؤشر على الثقة الشارع رجعت نوعا ما أو لم ترجع بالنظام السياسي ولكن الخطاب الإعلامي سيزيد من هذه الثقة وينزلها بمعنى أنه كلما ساهمت القنوات الخضائية النخبة في الترويج إلى أنه الإصلاح وتصحيح المسار ممكن من خلالكم يا أبناء الشعب العراقي لكي تزداد نسبة المشاركة ستتحقق المتغيرات شكرا لك المتحدث في اسم المجلس على الإسلام العراقي يا دكتور علي الدفاعي كنت ضيفا كريما شكرا لك وشكرا جزيلا للكاتب والباحث السياسي سيد غالب الشاباندر شكرا لكم سيد غالب إذن مشاهدين ننتقل سويا إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم أهلا بكم مرة ثانية مشاهدين وللحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد نرحب سويا مباشرة أبرز كايب من تركيا بالباحث السياسي السيد محمد علي أهلا بكم أستاذ محمد وبخصوص إعادة خطأ أو استعداد تركيا أعلنت استعدادها لعادة تشغيل خط جيهان لنقل النفط العراقي مرات عدة كان يسعى العراق لإقناع تركيا باستئناف خط جيهان واستئناف التصدير ماكو أي إجابات واضحة شنو اللي صار وأعلنت تركيا استعدادها لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان أهلا بكم وبالمشاهدين الكريم طبعا بعد قرار محكمة في الباريس توقفت تدفق النفط بين الكركوك وجيهان طبعا هذا ضرر كبير لتركيا من جهة اقتصادية وأيضا للعراق سواء كان حكومة بغداد أو حكومة أربيل كل الأطراف من هذا التوقف متضررين طبعا بالنسبة لقرار المحكمة في باريس يلزم تعويض تركيا للعراق واحد ونصف مليار دولار لكن هناك من شهر آدار المادي حتى الآن الضرر في توقف تدفق النفط في خط أنابيب النفط بين الكركوك وجيهان وصل إلى ستة مليار دولار يعني يلزم أن يبدأ تدفق النفط من خط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان هذا طلب حكومة أربيل وأيضا طلب حكومة بغداد وطلب عنقرة لكن بالأمس كان خطاب لوزير الطاقة التركي في أبو زابي وقال في داخل هذا الأسبوع يبدأ تدفق النفط من هذا الخط طيب قبل توقف تدفق النفط في هذا الخط كان كل يوم يصل من كركوك إلى ميناء جيهان كل يوم يوميا تقريبا 500 ألف برميل النفط وهذا رقم كبير إذا تسمح لي سيد محمد لكن العراق حاول بأكثر مناسبة إعادة تفعيل هذا الخط وتركيا لم تستجب كان فعلا أكو ضغط دولي على أنقرة حتى تعيد استئناف ضخ النفط يعني تقارير هناك فعلا تتحدث عن وجود ضغوط أميركية يعني تركيا كانت تريد أن يبدأ تدفق النفط من هذا الخط لكن كانت هناك مشاكل مثلا قبل أسبوع كان في رويترز خبر وفي هذا الخبر كان يقول تركيا تريد أن يكون هناك توافق بين أنقرة وبين بغداد في التعويض الذي يلزم وقرر محكمة باريس يلزم أن يؤدي تركيا حكومة أنقرة للبغداد تركيا يريد حل هذه المشكلة أو توافق في رقم مناسب كان خبر هكذا في رويترز لكن تركيا يريد طبعا تركيا يعاني من أزمة اقتصادية وتدفق النفط من هذا الخط لصالح تركيا ولصالح بغداد وأيضا لصالح حكومة أربيل هناك يعاني من أزمة اقتصادية الأجور الموظفين هناك أزمات كثيرة في تركيا وفي حكومة أربيل وفي حكومة بغداد أيضا خليني أيضا أروح للمحلل السياسي سيد واثق الجابر ينضمن مباشرة عبر الهاتف من بغداد أهلا بكم سيد واثق وبالنسبة لهذه الانفراجة أستاذ واثق بملف استناف تصدير النفط عبر جيهان التركي هذه الانفراجة ممكن أن تحلحل نوعا ما وجزئيا الملفات الكثيرة العالقة ما بين تركيا والعراق كملف المياه وملف الحدود مثلا نعم شكرا جزيلا لكم وتحالي لكم شاهدين في الكرام لباك الكريم طبعا هو هذا الانفراجة أو الحديث جاء على لسان وزير الطاقة التركي أستيلان بير أكتار في أبوظبي في تحدثه عن استناف تصدير النفط العراقي عبر منفر جيهان خلال الأسبوع القادم لكن بعض المسؤولين العراقيين لم يؤكدوا أو تعليقهم على هذه القضية لم يؤكدوا مسألة الاستناف لكن لا تزال خلال هذا الأسبوع مفاوضات بين الطرفين ومن محتمل أن يكون هناك تطبينات أو ربما قضايا وصلت إلى مراحل متقدمة من الحلول لإجل الاستناف هذا العنبوب الذي ممكن أن يصدر من خلاله 500 ألف برمين نفط عراقي كانت الاشتراطات وتفاوضات على طبيعة الحكم القضايا الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية بخصوص دفع غرامات من الجانب التركي بحدود مليار دولار بالإضافة إلى طلب الجانب التركي إلى رفع الرسومات المستوفات بحق الطادرات العراقية وبالتالي هناك تفاهمات بين البلدين وهناك مشتركات كبيرة وهناك بعض المشروع التراتيجي وطريق التنمية الذي يربط بين البلدين ربما هو يقرب بكثير من وجهات النظر ويؤدي إلى تبادل المصالح بين الدولة الشكرا جزيلا لكم المحلس يا سيد واثق الجابري كنت معنا ضيفا كريما عبر الهاتف شكرا لك وأعود بسؤال أخير لكم أستاذ محمد الطرفين العراق وتركيا تضرروا بشكل كبير من توقف تصدير النفط عبر جهانة تركي لكن المصلحة الاقتصادية للطرفين هل ستغلب أو تغلب على طبيعة العلاقة ما بين البلدين طبعا أعتقد هكذا وأيضا قبل قليل كان هناك زيارة لوزير الخارجية تركي هاكم في دان إلى بغداد وإلى أربيل واجتمع مع كل الأطراف يعني من رئيس الجمهورية حتى إلى المسؤولين في الحزاب والرئيس حشد الشعبي وجميع الأطراف في بغداد وفي أربيل هكذا سيكون هناك توافق وإن شاء الله على جميع المشاكل ونحن هناك ننتظر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد وممكن أن يكون هذه الزيارة إلى أربيل أيضا بعد البغداد وفي زيارة أردوغان إلى بغداد أظن أن المشاكل العالقة سيكون محللا بالنسبة كبيرة جدا الشكرا جزيلا لكم الباحث بياشان السياسي الأستاذ محمد علي أغلى كنت معنا ضيفا كريما عبرا سكايب من تركيا شكرا لك وشكرا جزيلا لكم مشاهدين إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصاد آخر